بيان رسمي صادر عنها نفت وزارة الشؤون الخارجية التونسية ادعاءات المواقع الإخبارية للاحتلال عن وجود محادثات دبلوماسية مع تونس معتبرة أنها ادعاءات باطلة بيان وزارة الخارجية التونسية أكد أن تونس غير معنية بأي شكل من الأشكال بإرساء علاقات دبلوماسية مع كيان محتل وهو التزام شعبي ورسمي أكد عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد مرارا الحق الفلسطيني لن يسقط كما يتواهم الكثيرون بالتقادم لأن فلسطين ليست قطعة أرض ملعسمة في سرجلات الملكية العقرية بل ستبقى في وجدان كل الأحرار تونس وحرائرها منقوشة في صدورهم وما هو منقوش في الصدور لن تقدر على فسخه القوة أو الصفقات بيان الخارجية التونسية أشار أيضا إلى أن دولة الاحتلال تعمل منذ فترة على نشر الإشاعات بشكل متكرر للمس بصورة تونس ومواقفها الثابتة والداعمة للحق الفلسطيني لكن تونس وحسب ما ورد في البيان ستبقى سندا للفلسطينيين في نضالهم المشروع لاسترداد حقوقهم وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس زيد أبو شمعة تلفزيون فلسطين